اشتركوا في القناة ولكن لقى امامه فرق قوي وفرق متمرس من قيمة الرجاء الرياضي موسم تاريخي وموسم استثنائي للرجاء الرياضي بكل ما تحمل الكلمة من معناه الرجاء الرياضي من هذا المنبر يستحق على اننا نشيدو به وعلى اننا نصفقولو وعلى اننا نعطيوه حقو لان ما حققه الرجاء الرياضي هذا الموسم صراحة تاريخي واستثنائي على جميع المستويات باش تاخذ لقب البطولة المغربية بسجل خالي من الهزيمة وتحطم العديد من الارقام القياسية وتحقق انجاز غير مسبوق كاول فريق تاخذ البطولة بدون هزيمة باش تكون سميتك الرجاء الرياضي باش من بعد ايام من تحقيق لقب البطولة المغربية وتلعب الفينال ديال كأس العرش امامه فارق قوي وفارق متمرس من قيمة الجيش الملكي وتنتصر عليه بجوش الواحد وتحقق لقب كأس العرش خست تكون سميتك فريق الرجاء الرياضي باش في موسم صعب وفي موسم استثنائي الرجاء الرياضي تتمكن من تحقيق تنائية تاريخية خست تكون سميتك فريق الرجاء الرياضي اليوم اليوم الراجاء اكد على انه ما حققه في البطولة المغربية من ارقام قياسية ومتتويج باللقب كان عن جدارة واستحقاق اليوم الراجاء اكدنا ايضا على انه افضل فريق في المغرب هذ الموسم بدون منازح فريق ما شاء الله متماسك فريق قوي فريق يعرف من اين تأكل الكتيب فريق عنده حلول دكة الاحتيار فريق عنده جمهور كي تعتبر هو المساند الاول للفريق جمهور لا يكل ولا يمل جمهور ما توقفش من تشجيع منذ اول دقيقة لغاية اخر دقيقة جمهور هو الدافع هو الحافز يعني صراحة جمهور كان عنده واحدة دور كبير فيما حققه فريق الرجاء الرياضي لان هذا الموسم هدينا تأجل استقرار هدينا تأجل استقرار الجمهور تقف بلاستو تشجع الفرقة دياله الجمهور تقف المدراجات تقف المكتب المسير اللي جفه واحد الوقت صعب جدا في واحد الفترة انتقالية كان يعاني فيها الرجاء الرياضي على جميع المستويات تم التعاقد مع زينباور في نهاية الموسم السابق اللي بدأ اخدم دقة دقة تعرف على الفريق البداية لم تكن على احسن ما يرام ولكن مع تولي اللقاءات بدأت كتبان الكاريزما والشخصية ديال المدرب بدأت كتبان اللمسة اليوم ايضا زينباور اكدنا على انه افضل مدرب في المغرب هذا الموسم باش تجي باش تجي وتدرب اول مرة في المغرب وتاخد لقب البطولة ايضا بسجيل خالي من الهزيمة وتاخد ايضا لقب كأس العرش وتحقق تنائية تاريخية وتأهل لدوري افراقيا خصي يكون اسميتك زينباور زينباور ايضا يستحق على اننا نصفق عليه اتمنى اتمنى من كل قلبي اتمنى من كل قلبي على ان المقام ديال زينباور يطول لسنوات كثيرة وسنوات عديدة رفقة الراجع الرياضي هدوما المدربين اللي بغينا نشوفه في البطولة هدوما المدربين اللي استحقوا الايشادة والتقدير هدوما المدربين المحترفين هدوما المدربين اللي كنقوله لم سدرهم كتبان ما كيتصنطلت شي واحد مؤمن بالافكار ديالو مؤمن بالخيارات ديالو مؤمن بالفلسفة ديالو مؤمن بالكاريزمة ديالو كتحس به على انه ابن من ابناء الرجع الرياضي كتحس به على انه مدرب وعلى أنه لاعب وعلى أنه مشجع وعلى أنه مسير وعلى أنه عنده واحد دور كبير في المنظومة الرجاوية مدرب أعطى ثقة لعديد من اللاعبين خافي في قبل زينباور ماشي هو خافي في من بعد مجل زينباور موهوب يعني بالرغم منتقادات الكبيرة زينباور أعطاه ثقة العديد من اللاعبين شفنا على أن المرضود والمستوى ديالهم تحسن كثيرا بوغرين بن عياد كل واحد كل واحد في المنظومة الرجاوية هذا الموسم كان عنده دور في الموسم التاريخي ليحققوا فريق الرجاة الرياضي واليوم أيضا الرجاة الرياضي أكد التفوق دياله على الجيش الملاكي فآخر يعني آخر ثلاثة ديالالقاب ليحققهم الرجاة الرياضي في المسابقة ديالكعس العرش كلهم كانوا أمام الجيش الملاكي باش تحقق ثلاثة ديالالقاب متتالية يعني آخر ثلاثة ديالالقاب ديالكعس العرش اللي حققهم الرجاء الرياضي في كعس العرش كلهم على حساب الجيش ملكي الجيش ملكي اللي كان عرفوه لأنه هو صاحب الرقم الأكبر فيما يخص التستويجات في المسابقة دي الكعس العرش يعني صراحة الرجاء الرياضي هذي الموسم أعطانا مثال أعطاه واحد المثال كبير يحتدى به الجميع الأندية في البطولة دينا يعني في بداية الموسم بداية الموسم لو أنك مشيتي عند أي واحد عند أي محلل وقلت له الراجة هذي الموسم ستحقق الزدواجية ستحقق التونائية ستحقق البطولة وكعس العرش كان غير يضحكي يقولك الراجة ستحقق التونائية الراجة بدأت مع زينباور الراجة الموسم السابق كان الخامس والسادس الراجة كانت يعاني وللأسف كيف ما قلت يعني في بداية الموسم يعني في بداية الموسم ولكن الراجة تأكد على أنه دائما فريق الألقاب فريق التويجات على أنه دائما حاضر لما تكون عند قاعدة جماهيرية كبيرة لي عند الراجة أكيد على أنه دائما كتكون مرشح لما كتحافظ على الاستقرار ديالك وكتحافظ على التواضع ديالك أكيد على أنه دائما الكرة كتكون معاك واليوم شفنا على أن الراجة الرياضي من ناحية الدينية كان حاضر أكثر من الجيش الملكي الراجة ستجيله الأول عن طريق اللاعب بوزوق الجيش الملكي تعادل ولكن في الشوط الثاني أحسين على أن الراجة كان هو الأكثر رغبة لكي يسجل هدف الثاني الجيش الملكي أحسين على أن المستوى من تدبديل والراجة تمكن من استغلال الأخطاء الدفاعية الكارتية الجيش الملكي والهدف الثاني اللاعب بولكسوت اللي قدم موسم تاريخي رفقة فريق الراجة الرياض يعني الراجة هذا الموسم بالعمري كان عنده دور كبير والراجة في لقاء ديال اليوم شفنا بعد هدف الثاني كان يمكن له شجيل ثالث والرابع بالعمري اللي اليوم حييد الكرة دي التعادل من الرجل اللاعب طوميصون وسط الميدان عندك بوغرين عندك المقعازي عندك زريدة عندك موهوب عندك زرهوني عندك نفاتي عندك بنعيات عندك زنيتي عندك كامارا يعني الراجة صراحة ما قدمه هذا الموسم يستحق الإشارة وتقدير والراجة الرياضي كيف من قلت اليوم أنها الجدل وأكد على أنه أفضل فريق في المغرب على جميع المستويات ألف مبروك للجماهير الرجوية ألف مبروك للجماهير الرجوية اللي صراحة تستحق تستحق تفرح يعني ما تنظرش على أن شي واحد غيكون ده بفرحان كتر من الجماهير الرجوية استحقوا لأنهم تصبروا وسندوا الفريق ديالهم ووقفوا معاه في الصراع والدراع لأن أيضا كان عندهم دور كبير خلوا المدري بيشتغل خلوا المكتب بيشتغل تاقوا فيهم بقوا في المكان الطبيعي ديالهم هو المدرجات ما كانش واحد تشويش على الفريق وهذه المسألة تحسب لجميع المكونات الرجوية نبغي نعرف الآراء ديالكم نبغي نعرف الآراء ديالكم كجماهير الرجوية يجاكم الموسم واش كم توقع تنتظرون منذ بداية الموسم على أن الرجا يحقق التنائية وتنظر على أن الرجا الرياضي الاحتفالات ستنطلق ومن حقوم يحتافلوا يعني الرجا من حقوم على أنه يحتافلوا واحد أسبوع ولا عشرة أيام ومن بعد ذلك يبدأ العمل ويبدأ التحضير للموسم القادم اللي غد يكون موسم كبير الرجا كنتظروا منه على أنه يمتن حسين تمتيل في المسابقة دي دوري أرطال إفريقية ونفسي ينطبيق على الجيش المالكي اللاعبين ومن حققهم على أنهم من بعد موسم فيه استرس وفيه العمل وفيه التضحية على أنهم يحتافلوا وعلى أنهم كما تنقولوا يفرحوا بالإنجاز وبالموسم التاريخي والموسم الاستثنائي اللي قدموا فريق الرجا الرياضي يعني صراحة موسم مع مرغاين ساشي راجاوي جوجل ألقاب تاريخية وأيضا لقب دهبي بسجل خالي من الهزيمة كتأكد على أن لكل مجتهد الناصيب خدم ودير مجهودك وأكيد على أن أربي غير كافئك وكذلك حتى القرى كتكافئ كل مجتهد إلا عزبسكم الحلقة نبغي أن هذه الحلقة توصل أكبر عدم وممكن من اللايكات لما مش تشارك شاهد الوقت باش تشارك فعل جرس تنبيهات بالدائما سلوك أول بأول كم معكم من قناة ورافين السلام